عايزة روح للقطة حلوة لقطة كانت موجودة مبارح في الدوري الألماني مباراة بين باير نيونيخ و هوفنهايم في الدوري الألماني لقطة بتبين ان اللعيبة عليها مسؤولية كبيرة اللعيبة دايما عليها العامل الأساسي في نبز التعصب في نبز العنصرية في الملاعب لما نشوف مبارح مباراة وياريت لو عندنا صور أو لقطات برضو نعرضها مبارح في مباراة الأمس المباراة باير نيونيخ اللي انتهت بفوس كبير لباير نيونيخ على هوفنهايم ستة المباراة كانت في بدايتها فاز باير نيونيخ ثلاثة كان فيه هتفات معادية أو مسيحة لرئيس نادي هوفنهايم من جماهير باير نيونيخ الحاكم استوقف المباراة وفي المباراة ورجعوا استكملوا المباراة مرة أخرى تانية عشان الجماهير تتوقف رجعت أيضا الهتفات الموسيحة في ديئة 77 في آخر المباراة اللعيبة توقفت في وسط الملعب اللعيبة توقفت في وسط الملعب وبدأوا يمرروا الكرة لبعض بشكل في تسلية أو بشكل في بيدموا نفسها عشان يوصلوا للجماهير أو رفضوهم للهتفات المسيئة لرئيس نادي هوفنهايم دي اللقطة دي كانت منبارات مبارح بايرم يونخ وهوفنهايم ودي صور معانا موجودة شايفين الفرقتين وقفين وكمان حارس مرمى باير ميونخ جاء والحارس تاهافنهايم جاء وبدأوا يتنقلوا الكرة بشكل ودي وبالمناسبة 13 دي وكان شكل المباراة بالشكل ده علشان انبارح اللعيبة بترفض الهتفات المسيئة ده دور اللعيبة ودور اللعيبة في كل الملعب علشان اللعيبة اللي عندنا تتعلم وتتطعز وتاخد اللعيبة دي قدوة ليهم زي ما احنا شايفين دلوقتي كمان اتنين حراس مرمى حارس مرمى باير ميونخ وحارس مرمى هوفنهايم وهما وقفين في وسط الملعب بيتبادلوا الكرة بشكل ودي والمباراة زي بقول لحضراتكو استكملت حوالي 13 ديها بهذا الشكل علشان اللعيبة رفضة اللي تفاتي المسيئة الرفضة التعصب اللي بيحصل ما فيش لعيب ما ينفعش النهاردة لعيب يروح يستفز مشاعر الجمهور لعيب فرقيته كسبة بطولة يروح يحفل على الفريق الاخر ده مش موجود كل فريق او كل لعيبة تفضل مع فرقيته وتحتفل ببطوليته وتفرح بناديها ما بنشوفش الشكل ده برا يا ريت لعبتنا تتعز وتاخد المثال ده خير مثاليها